السلام عليكم متابعين قناة اليو اليوم اهلا بكم في حلقة النهاردة هنعرف ازاي نعمل حساب اكاونت شخصي على الفيسبوك بدون رقم تليفون وكمان بدون بريد الكتروني وطبعا الحساب هيبقى شغال معاك مدى الحياة ولا هيكون فيه تعطيل ولا اي شيء تابع معا الفيديو للاخر علشان تستفيد بس قبل ما نبدأ ياريت تشترك في القناة ونعمل لايك للفيديو ده وصابس قريب علشان يصلك كل جديد في اول تعليق مسبت هتلاقي رابط تحميل برنامج فيسبوك لايت اللي هنشتغل عليه وكمان هنستخدم برنامج تاني هتحمله من خلال الروابط المسبتة في التعليقات البرنامج ده يدينا حساب بريد الكتروني من خلاله هنقدر نعمل بيه التحقق الشخصي للفيسبوك يبقى قبل ما نبدأ اتأكد ان اتمحمل نسخة الفيسبوك لايت احدث اصدار والتطبيق التاني اللي هناخد من عليه البريد الالكتروني في اول تعليق مسبت هتلاقي روابط التحميل هنروح على تطبيق فيسبوك لايت وهنضغط على انشاء حساب جديد على الفيسبوك وهنضغط على التالي وهنكتب طبعا الاسم الاول وياريت ما يكونش اسمه مستعار او اي اسماء وهمية وهنكتب اسم العائلة وبعد كده هنضغط على التالي وهنا طبعا بيقول لي اكتب رقم التليفون احنا هنضغط على تسجيل بالبريد الالكتروني وهنا طبعا هنكتب اي عنوان بريد الالكتروني من دماغك اي عنوان ييجي في دماغك اكتبه انا كتبت احمد 360 اتياه gmail.com اي عنوان ييجي في دماغك اكتبه وهنضغط على التالي وبعد كده هنكتب تاريخ الميلاد عادي جدا لو كتبت تاريخ ميلادك وبعد كده نضغط على التالي وهنحدد طبعا هنا ذكر او انسة وهنا هنكتب كلمة السر واحتفظ بكلمة السر وهنضغط على التالي بعد كده نضغط على انشاء حساب في الفيسبوك وهنضغط على موافق هنا طبعا بيقولك ادخل الرمز المكون من خمس ارقام من بريدك الالكتروني احنا طبعا كنا كتبين اي بريد الالكتروني من دماغك فاحنا هنختار هنا تغيير عنوان البريد الالكتروني هنضغط عليها وهنروح للتطبيق اللي قلنا عليه علشان نجيب منه البريد الالكتروني التطبيق ده في اول تعليق مسبت هتحمله هيظهر معك بالشكل ده كده وطبعا ميديك عنوان بريد الالكتروني ولو حابب تغير العنوان بتضغط على كلمة تغيير وبعد كده بتدوس نعم وبيبدأ يغير لك عنوان البريد الالكتروني هنضغط علي كلمة نسخ بعد كده نروح على الفيسبوك ونضيف عنوان البريد الالكتروني ونضغط علي التالي هنا بيقول لك ادخل الرمز المقام من خمس ارقام من بريدك الالكتروني طبعا البريد اللي احنا جبناه من التطبيق هنرجح تاني على التطبيق علشان نجيب رمز التحقق ونضغط على صندوق الوارد وهنعمل ريفريش هيظهر معاك بالشكل ده كده وهنكتب الخمس ارقام وبعد كده هنضغط على موافق تابع معاك الشرح للاخر علشان اعرفك ليه الحساب بيتعطل بعد يوم او يومين اول حاجة هنعملها هنضغط على تحميل صورة لازم تحمل اي صورة عندك من التليفون انا اخترت الصورة دي هنضغط على حفظ تابع معاك للاخر علشان تستفيد وبعد كده هندوس على تخطي وهنه يظهر لك كل الصفحات لو حابب تتابعها هنضغط على تخطي وبعد كده هنروح على الملف الشخصي بتاع الاكونت وهنضغط على بدء الاستخدام وهنا طبعا بيقولك اضف مدينتك الحالية ونضغط على اضافة مدينة اكتب طبعا اي مدينة تعجبك بس لازم تعمل الخطوات دي علشان حسابك ما يتعطلش انا هنا كتبت الكاهرة وهنضغط على حفظ هنضغط على مشاركة بعد كده هبقولك اختار المدينة هتختار طبعا اي مدينة انت عايزها وبعد كده هتختار المدرسة وبعد كده هتختار الكلية انا اخترت جامعة الكاهرة وهنضغط على حفظ وهنضغط على التالي وهنا طبعا اخترت الجيزة وهنضغط على حفظ وهنضغط على مشاركة وهنضغط على التالي وهنضغط على عرض الملف الشخصي هتظهر معاك بالشكل ده كده وزي ما انتم ما شايفين عملنا الاكاونت بدون رقم تليفون وبدون بريد الكتروني من عندك زي ما انتم ما شايفين واهم الخطوات اللي نخليك الاكاونت ما ينطلش لازم تضيف صورة بروفايل للاكاونت وصورة غلاف للاكاونت وكمان تضيف كل الاعدادات الشخصية للاكاونت وبكده طبعا تكون حلقتنا خلصت اكيد اكيد استفدت من الحلقة ما تنساش دعينا بلايك وسبسكرايب للقناة وشيل الفيديو ده علشان غيرك استفيد وبإذن الله في جراحات هتفككم جدا الفترة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا